موسيقى تقرنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكرم بتوجيه الجهات المختصة المصر لنقل هذه المعدات الطبية والأدوية إلى السودان عقب وصول طائرات عسكرية مصرية محملة بمساعدات طبية لمطار بورسودان علي الصادق يقول أن السودان يستمن كثيرا جهودا مصرية وعربية هدفا لتخفيف معاناة السودانية مواطنون عراقيون يتظاهرون بواسط بغداد احتجاجا على تكرار حوادث تدنيس القرآن الكريم بالعاصمة السويدية استقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بوتين يقول أن أي عضوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عضوان على روسيا السبع صباحا بتوقيت القهيرة الخامسة بتوقيت جرانيتش معوعد للرشرة اخبارية جديدة تأتيكم من النيل أهلا بكم نبدأ من مطار مدينة بورسودان الذي شدد فيه علي الصادق وزير خارجية سودان عقب وصول ثلاث طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من شحنة الأدوية المنقطة للحياة على أن بلاده تثمن كثيرا غهودا مصرية وعربية هدفا لتخفيف معاناة السودانيين تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار دعم وتضامن جمهورية النصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرات الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية موسيقى 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 من جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق حمول الثلاثة طائرات حوالي 36 طن من الأدوية التي تبرعت بها الجامعة العربية للسودان نحن شاكرون ومقدرون للجامعة ولعضاء الجامعة وللسيد الأمين العام وأيضا نحن ممتنون للحكومة المصرية وشكرنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكرم بتوجيه الجهات المختصة لمصر لنقل هذه المعدات الطبية والأدوية إلى السودان نحن نشكر على إرسال هذه المساعدات للشعب السوداني في ظل هذه المحنة كما نشكر للحكومة المصرية بقيادة سيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على جهود دائمة في الوقوف مع السودان كبالة شغير لمصر وجزلات جزة من أمنها القومية يأتي ذلك تأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية في العاصمة السودانية الخرطوم تواصلت المعارك العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي كانت قد اندلعت في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي تواصلت المعارك الجمعة بين الجيش السود عاصمة الخرطوم وعدة مناطق أخرى في البلاد الطائرات الحربية تابعة للجيش حلقت بكثافة في سماء الخرطوم في حين ردت مضادات الدعم السريع وسط العاصمة وجنوبي مدينة أم درمان وقصف الجيش تجمعات الدعم السريع في مواقع عدة جنوبية وشرقية الخرطوم وفي أم درمان ودوت انفجارات قوية وقصف مدفعي جنوبية أم درمان وأفدت تقارير بسقوط قتلى وجرحة في غارات جوية تعرضت لها مناطق متفرقة من أحياء مايو والأزهري ظهر الجمعة كما قصف الطائرات الجيش أهدافا لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان ودارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وتستمر محاولات الدعم السريع للسيطرة والانتشار على بعض الطرق الغربية للمدينة لأنها تمثل شريان إمداد عسكري قد تزود بها قواتها تزامنا مع تحركاتها نحو الخرطوم وتتمتع مدينة الأبيض بموقع استراتيجي حيث تعد ملتقى طرق مهمة وسط السودان كما يمر عبرها خط أنابيب النفط الممتد من الجنوب نحو الشرق إلى ميناء بورد سودان على البحر الأحمر واستهدف سلاح المدفعية عبر قصف مكثف من قاعدة كاراري العسكرية مواقع تمركز قوات الدعم السريع في عدد من المناطق الشمالية لمدينة الخرطوم بحري أقصى شمالي العاصمة وأعلن الجيش أن قوات الدعم السريع استهدفت منازل المدنيين بقضائف الحون في منطقتين أركويت والكلاكلة وقامت بإرسال فريق لتصوير الموقعين من أجل اتهام القوات المسلحة وتجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور وقال حاكم أقليم دارفور أنه تحدث مع قادة الجيش والدعم السريع داعيا إلى عدم نقل الحرب إلى الأقليم ودعى طرفي الصراع في السودان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم التضحيات من أجل السلام وأصدر توجيها للمواطنين بحمل السلاح لحماية أنفسهم وممتلكاتهم في وقت قد تتحول فيه الفاشر إلى ساحة حرب محذرا من أن انهيار الفاشر يعني انهيار إقليم دارفور بكامله في القاهرة أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن إدانة جمهورية مصر العربية بأشد العبارات سمح السلطات السويدية لمتطرف بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه بالعاصمة السويدية ستوك هولم في تحدي سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين بسائر أنحاء العالم وشدد بيان وزارة الخارجية المصرية على أهمية أن تحترم كفة دول العالم التزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر في العاصمة العراقية بغداد أصدرت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت بيانا سعت فيه لطمأنة البعثات الديبلوماسية بخصوص أمنها في العراق قائلة إنها لن تسمح بتكرار ما حدث من اقتحامل للسفارة السويدية احتجاجا على مخطط لحرق نسخة من القرآن الكريم في استوكهولم وقال بيان وزارة الخارجية أن العراق مسؤول عن توفير الحماية لكل البعثات الديبلوماسية العاملة على أراضي مؤكدا على أن ما تعرضت له سفارة السويد في بغداد عمل لا يمكن السماح بتكراره نظمت تظاهرات في العراق وإيران ولبنان الجمعة للتنديد بالسماح في السويد بتنظيم تظاهرات شهدت تدنيس القرآن فقد تظاهر المئات في بغداد والناصرية والنجف جنوبا بعد صلاة الجمعة للتنديد بذلك وبعد تأدية الصلاة رفع المئات وغالبياتهم من الرجال نسخا من المصحف وصورا لزعيم الشيعية مقتدى الصدر وهم يلوحون بالأعلام العراقية وفي طهران لوح مئات المتظاهرين بالأعلام الإيرانية وبنسخ من المصحف الشريف وأشعل بعضهم النار في العالم السويدي أما في لبنان فلب مناصر حزب الله الدعوة التي أطلقها أمينه العام حسن نصر الله وتجمع المئات أمام مساجد عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله اللبناني وفي مدينتي بعلبك شرق وصيد جنوبا وفي عدة بلدات أخرى ورفع المصلون نسخا من الكرآن ورددوا هتافات نصرة لكتاب الله فيجب علينا طرد الصفراء السويد وأي دولة أخرى تمسوا بعقائدنا سواء بالقرآن بشعائر الحسينية سواء بأي إمام عبر رسم كوركاتوري أو أي رسم آخر أو أي عملية تمسوا بالمسلمين علينا أن لا نكتفي فقط بالكلمات والخطابات هيا ما بتطعمي خبز في عنا حلين إذا بعد بيتكرر هيدا الأمور ننزل على السفارة نطرد نحن السفراء إذا دولتنا ما طردتهم ونحن وقفين ضد كل شي عم بيصير بالسويد ضد القرآن الكريم وضد اللي عم بتوفق عليه الدولة السويدية ومطالب العالم كله والعالم العربي تحديدا والإسلامي بسحب سفراءه بكلها من السويد وإعادتهم على دولهم ووقف التعامل مع السويد واتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية في محيط السفارة السويدية وسط بيروت وأغلق كافة الطرق المؤدية إليها من جانبها أعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفاراتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقت إلى مدينة ستوك هولم لأسباب أمنية بعدما أشعل مناصرون للزعيم العراقي مقتدى الصدر النار في مبنى السفارة وأطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية وسحبت القائم بأعمالها من ستوك هولم كانت بغداد أعلنت الخميس عن تعليق رخصة شركة إيريكسون السويدية العملاقة للاتصالات على أراضيها لكن الحكومة تراجعت الجمعة وقال مستشار رئيس الوزراء إن جميع الاتفاقات التعاقدي التي وقعتها الحكومة العراقية سيتم احترامها وأنه لم يتم تعليق عمل أي شركة ومن ضمنها شركة إيريكسون في العاصمة الإيرانية تهران قال حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران إن بلاده لن تقبل بسفير سويدي جديد بعد انتهاء مهام سلفه ولن تعين سفيرا لها في استقال ردا على موافقة السويد على تنظيم احتجاجات تم في أتدنيس نسخ من المصحف الكريم كان أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران طالب نظير سويدي توبياس بلستروم خلال اتصال هاتفي بضرورة معاقبة أي شخص يرتكب هذه الجريمة في بلدة سبستية الواقعة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة قالت تقرير صحفيا أن قوات إسرائيلية اختالت شابا فلسطينيا وأصابت آخر بجراح قبل اعتقاله مساء الجمعة وذلك بعد استهداف سيارة كان يستقلانها مواجهة أخرى وشهيد جديد وجيش الاحتلال لا يفرق بين شاب أو صبي أو شيخ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الجمعة استشهاد فتى فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة راملة بالضفة الغربية المحتلة فيما تزعم الشرطة الإسرائيلية أنه هاجم عناصرها خلال اضطرابات عنيفة وزارة الصحة الفلسطينية أكدت في بيانها استشهاد الفتى محمد فؤاد عطا متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص حي في الرأس الاشتباكات وإطلاق النار وقع في قرية أم الصفا كرب راملة خلال مسيرة مناهضة للاحتلال من جانبه زعم حرس الحدود الإسرائيلي اندلع ما وصفها بالاضطرابات العنيفة وأن فلسطينيين ألقوا حجارة ومتفجرات على القوات الإسرائيلية مضيفا في بيان أن عنصر أمن رد بإطلاق النار على مشتبه به ألقى كنبلة مشيرا إلى أن الجندية الإسرائيلية المستهدف أصيب بجروح طفيفة خلال تلك الصبامات يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة هجمات فلسطينية ردا على أعمال عنف قام بها مستوطنون إسرائيليون على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية تفاقم العنف في الضفة الغربية وتزايدت وتيرة المداهمات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية ليسقط ما لا يقل عن مائة وستة وتسعين شهيدا فلسطينيا منذ مطلع هذا العام هدد أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بالامتناء عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة الإسرائيلية قدما في تعديل قضائي يعرض أحد مكونات رأسية على الكنيسة الأسبوع المقبل جبهة احتجاج جديدة تفتح أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ومشروعه للتعديلات القضائية غير أن التحرك هذه المرة يأتي من قلب ركيزة جيشه أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي هددوا الجمعة بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع الذي سيعرض أحد مكوناته الرئيسة على الكنيسة الأسبوع المقبل رسالة تهديد التي وقعها أكثر من ألف ومئة من جنود الاحتياط وبينهم مئات الطيارين تمثل أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية واسعة التأثير التي يدفع بها الاتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء وفي الرسالة التي وجهها جنود الاحتياط إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية طالبوا باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء يقول قدام المحاربين في القوات الجوية أن جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات القتالية ومن المقرر أن يصوت نواب الكنيسة الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة مخالفة لحجة المعقولية قبل العطلة الصيفية للكنيسة التي تبدأ في الثلاثين من يوليو المعارضون للتعديلات القضائية المقترحة يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها الحملة التي يشنها نتنياهو وفريقه للدفع بالمشروع الذي يقيد أو بالأحرى يلغي سلطة القضاء وبخصة فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية أشعلت فتينة أشهر من الاحتجاجات لا مثيل لها على مستوى البلاد وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين في العاصمة الروسية موسكو وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن أي عضوان على بلا روسيا سيكون بمثابة عضوان على روسيا بالنسبة لقادة بولندا فإنهم دوما ما يعتمدون على التحالف تحت مظلة حلف الناتو من أجل الانخراط بشكل مباشر في النزاع الأوكرانية لتنزيق نسيج الشعب الأوكراني وسلبهم أرضهم وتاريخهم كما أنهم يطمحون لفعل ذلك في بلا روسيا وهذا هو نظام عمل النظام الأوكرانية ولكن أحذر من أن بلا روسيا هي جزء من دولتنا الاتحادية وأي عضوان ضدها سيكون بالتالي عضوان على الدولة الروسية وسوف نقوم بالربد بكل السبل الممكنة في العاصمة الأوكرانية كييف قال الرئيس الأوكراني فالودومير زلينسكي إن بلاده قادر على مواجهة أي عضوان يستهدف الموانئ الأوكرانية منذ بداية الأسبوع الماضي قتل أكثر من 20 شخصا من بينهم أطفال في القصف الإرهابي الروسي على مدينة أودسا ونحن نتعهد بالرد على مثل هذا الهجوم بالإضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي لضمان أن تحصل روسيا على الجزاء العادل جراء هذا الاعتداء أما فيما يتعلق بالموانئ الأوكرانية فنحن قادرون على حمايتها من أي عضوان أو اعتداء روسي في منطقة البحر الأسود في من صارفت أنظار المجتمع الدولي إلى منطقة البحر الأسود التي تشهد نزاعا متصاعدا بين روسيا وأوكرانيا على خلفية أزمة اتفاق الحبوب تتواصل على الأرض المعارك العنيفة بين الجيشين الروسي والأوكرانية فعلى محور مقاطعة زابوريجيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكرانية بالقرب من مالايا توكماتشكا وأنها دمرت مستوضعين القوات الأوكرانية على المحور القتالية فضلا عن القضاء على مائة وخمسة وسبعين جنديا أوكرانيا في المقابل أعلن الجيش الأوكراني أنه أحرز تقدما في منطقة الجبهة الجنوبية وأنه تمكن من إبعاد القوات الروسية من عدة مواقع كانت تسيطر عليها في تلك الجبهة وبحسب قيادة الجبهة الجنوبية فقد قصفت المدفعية الأوكرانية مواقع القوات الروسية بأكثر من 1300 قذيفة في الـ 24 ساعة الماضية ما أصفر عن مقتل عدد من الجنود الروسة فضلا عن تدمير عشرات المستوضعات التابعة لروسيا وبينما تواصله أوكرانيا شن هجمات متعددة الاتجاهات في إطار هجومها المضادة لاستعادة أراضيها من سيطرة روسيا تتواصل على الجانب الآخر المساعدات العسكرية الغربية المقدمة لكييفة فللمرة الأولى قرب الغارية إرسال حوالي مئة مضرعة إلى أوكرانيا في سابقة للدولة الواقعة في منطقة البلقانة والتي انتنع سابقا عن مساعدة كييفة بشكل مباشر بسبب علاقاتها التاريخية القوية مع روسيا كما أعلنت ألمانيا أنها سلمت أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل عشر دبابات من طراز اليوباردا بالإضافة إلى عشرين مدفعا رشاشا الذي يثبت على الدبابات والعربة المضرعة في مدينة نيويورك نددت روزماري دي كارلو وكيلة أمين عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون السياسية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بما وصفته بتهديدات غير مقبولة وجهتها موسكو وكييف إلى السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود عقبا سحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وقالت روزماري دي كارلو وكيلة أمين عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون السياسية إن خطر التساع النزاع ردا على حادث عسكري بالبحر الأسود سواء كان متعمدا أم عرضيا يجب تفادي بأي ثمن في مدينة نيويورك أيضا قال مارتن جريفث مسؤول المساعدات الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي إن الارتفاع الحاد بأسعار الحكبوب عقبا سحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يحتمل أن يهدد ملايين الأشخاص بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك إن أسعار الحبوب العالمية ارتفعت ارتفاعا شديدا الأسبوع الماضي مما يهدد بإلغاء أي أثر لتقدم أحرزناه بصعوبة خلال العام المنقدي ويحتمل أن يهدد هذا ملايين الأشخاص بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك فأسعار القنح والذرة ارتفعت في العقود الآجلة وأنا هنا أنقل عن برنامج الغزاء العالمي بنحو 9% و10% على التوالي وشهد يوم الأربعاء أكبر زيارة في يوم واحد في أسعار القمح منذ بدء الغزو واسع النطاق ونتيجة لهذا سيشعر البعض بالجوع وسيتدور البعض جوعا وقد يموت كثيرون نتيجة لهذه القرارات في العاصمة الأمريكية واشنطن اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة العمليات البحرية وهو أعلى منصب في البحرية الأمريكية وبذلك ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا وافق مجلس الشيوخ على تسميتها وبعد تثبيتها في هذا المنصب ستصبح الأدميرال ليزا فرانشيتي أيضا عضوا في هيئة الأركان المشتركة وهو ما سيشكل أيضا سابقة إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية هذه المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة في مدينة ميامي الأمريكية حددت قاضية أمريكية موعد بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوطائق حكومية مصنفة سرية ورفضه إعادتها بعد مغادرة البيت الأبيض في العشرين من مايو القادم ويعد دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يواجه طهم جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب قالت دراسة نشرت مؤخرا إن طبقة جالدية يزيد سمكها عن واحد ونصف كيلو متر في جرينلاند قد ذابت قبل 416 ألف عام خلال فترة احترار مناخي طبيعي معتدل في علامة على ضعف هذه المنطقة أمام التغير المناخي الحالي أكثر مما يعتقد وفقا لدراسة نشرت مؤخرا ذابت طبقة جالدية يزيد سمكها عن كيلو ونصف كيلو متر في جرينلاند قبل 416 ألف عام خلال فترة احترار مناخي طبيعي معتدل في علامة على ضعف هذه المنطقة أمام التغير المناخي الحالي أكثر مما يعتقد ويتحدى هذا الاكتشاف العلمي لاعتقاد الراسخ بأن أكبر جزيرة في العالم كانت قلعة جليدية صامدة أمام كل التحديات المناخية منذ مليون ونصف مليون سنة بول بيرمان الأستاذ بجامعة فيرمونت في شمال شرق الولايات المتحدة والذي شارك في الإشراف على الدراسة المنشورة في مجلة الساينس قال إن العلماء إذا أرادوا فهم المستقبل فهم بحاجة إلى فهم الماضي أولا مستندا في كلامه إلى فحص لب جليدي استخرج على عمق 1390 مترا من السطح في شمال جرينلاند على يد فريق من الباحثين من كامب سينتشري وهي قاعدة عسكرية أمريكية سرية في ستينيات القرن العشرين وتركت هذه العينة التي يزيد طولها عن ثلاثة أمتار والتي تحتوي على أتربة وأحجار في الثلاجة لعدة سنوات طويلة قبل إعادة اكتشافها في عام 2017 حيث فوجئ الباحثون عندما اكتشفوا أنها تحتوي بالإضافة إلى الرواسب على بقايا أوراق وطحالب في دليل قاطع على أن هذه الأرض كانت خالية من الجليد في يوم من الأيام وعلى الرغم من حرمان العلماء لفترة طويلة من هذه العينة الثمينة إلا أن هذا النسيان انعكس إيجابيا على ما يبدو لأن طرق تأريخ الرواسب المفيدة في هذه الحالة لم يتم تطويرها إلا أخيرا على ما يوضح بيرمان وأتاح التقنية التأريخ بالتألق تحديد تاريخ نهاية الفترة الخالية من الجليد بينما تمكنت عملية أخرى لتقييم نظائر الكوارتز من تحديد بدايتها كما مكنت هذه التقنيات من تقدير تعرض الرواسب للضوء لمدة تقل عن 14 ألف عام وبالتالي كانت جريم لاند خالية من الجليد خلال تلك الفترة ختاما لنشطنا هذا التفكير بأهم العنوين شكرنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكرم بتوجيه الجهات المختصة مصر لنقل هذه المعدات الطبية والأدوية إلى السودان عقب وصول طائرات عسكرية مصرية محملة بمساعدة طبية لمطار بورسودان علي الصادق يقول أن السودان يثمن كثيرا جهودا مصرية وعربية هادفا لتخفيف معاناة السودانيين مواطنون عراقيون يتظاهرون بوسط بغداد احتجاجا على تكرار حوادث تدنيس القرآن الكريم بالعاصمة السودية ستوكهولم خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي فوتن يقول أن أي عضوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عضوان على روسيا وصلنا لنهاية نشرطنا وللنزيد من التفاصيل زر موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي إلى اللقاء